كل اللي عليك انك تفتح برنامج جوجل كروم او اي متصفح عندك وتكتب هنا فورمز دوت جوجل فورمز جوجل وبعد كده تعمل ساين ان اهي وتخش طبعا بالجيميل بتاعك تمام كده ده الشكل اللي عندك كل اللي عليك انك تعمل ايه تختار مثلا حاجة زي دي مثلا كوندكت انفورميشن تمام وتقدر كل اللي تقدر تعمله ان انت تروح عامل مثلا تكتب مثلا حاجة اه وليكن مثلا بيانات عملاء تمام دي اسم الاستمارة اللي هما هيملوها وتحط مثلا هنا دي كمان خدناها كده كوبي وهيكا نحطها هنا كمان بيانات عملاء تمام وبعد كده نروح نزلين اه دي هتبقى النام هيبقى اسم اسم العميل وهنا طبعا طبعا لو حد عايز تحط الايميل بتاعه او مش عايز تحط ممكن انا كاكا هم صحة اسم العميل العنوان العنوان وخد بالك وخد بالك هنا يعني السؤال ده ما ينفعش ان هو يعديه لازم لازم يختاره اللي عليها علامة نجمة دي كده لازم يختارها اهي اسم العميل اهيم العنوان اهو رقم التليفون ودي بص دي مش مقفول نروح فتحينها كده بحيس ان هو لازم يدخل رقم التليفون رقم روح كتبين هنا كده اهو رقم التليفون وبعد كده نحط مثلا كومنتات مثلا هو عايز يحط كومنت ولا حاجة ممكن مثلا نحط مثلا ايه رقم البطاقة طب دلوقتي ممكن الناس بيكتبوا ارقام بطاق غلط وبيعملوا حاجات غلط فممكن مثلا رقم التليفون احنا عندنا في مصر رقم التليفون عندنا 11 رقم فكل علينا هنروح لازمين هنا كده حاجة اسمها رقم التليفون او ما عرفش بالعربي عندك هتبقى ظاهرة ايه بس هي الرقم دي كده ونختارها نمبر ونكتبها ان هو لا مش نختار لنس لنس يعني عدد الحروف اللي هي اللي هي اسمها ايه اللي هي دي جيتس اسمها دي جيتس عدد الحروف فتقوله المكسيمم كونت بتاعك المكسيمم بتاعك هيبقى 11 رقم يعني ما ينفعش الرجل يزود عن 11 رقم دي اول حاجة لو انا مثلا جيت كتبت مثلا ونقوله بقى الارر بتاعها الارر اللي هو ايه يعني لو هو كتب اكتر من 11 رقم لو سمحت اكتب رقم التليفون المكون من 11 رقم اهو اهو ودي رقم البطاقة برضو نخليها ونخليها لنس اهي لنس دي الجي جماعة لنس المكسيمم نمبر بتاعها المكسيمم كاركتر كونت اللينس دي برضو يعني جماعة عدد الاحروف هيبقى المكسيمم اللينس بتاعها 14 رقم اللي هو اكتب رقم البطاقة المكون من 14 رقم بس كده وكده كده خلاص كده بيانات العمل وكل حاجة اه دي مثلا انت عايز مثلا تكتب ديسكريبشن مثلا ايه استمارة لملء بيانات العمل بس كده خلاص وتروح كل ده دي كده حاجة بسيطة جدا مفصلة جدا تيجي هنا عن الاندى setting او الاعدادات الرسبونس دي اللي هي الاجابات بس بيقولك limit one response دي ممكن تعملها لو انت مثلا ايم المت one response دي اللي هي ايه اللي هو يعمل يعني يملى بيانات العميل مرة واحدة بس دي ممكن تستخدمها ان العميل ما يتكررش كتير يعني دي تعملها اكتر مرة ولو انت عايز تعملها اكتر مرة تروح شايل دي كده وقال له response editing اللي هو يعدل في الاجابة بعد ما يبعثها دي برضو ما عنديش مشكلة فيها يعني خليها دي كده دي كده وخلاص على كده ونبتدي نقول توكلنا على الله كده احنا خلصنا دي شوية حاجات بسيطة كمان ده تموك كمان تحط صورة لو هو عين فى تحط الصورة بتاعتو ولا حاجة وهكذا ده كده الشكل النهائي بتاعها كل اللي عليك انك هتدوس send وهتلاقيها دوس هنا كده ونعمل شورتن بص ده اللينك بتاعها اللينك بتاعها طويل او اللينك اللي انت تبعثه للناس او تبعثه للناس اللي انت عايز تجمع منهم الحاجة كل هتعملوا شورتن لينك ده المنظر الصغير اللي بتاعها هندوس كودا كوبي ويعمل نفتحه مثلا من اي موقع محتلق اي شكل تاني انا فتحته من متصفح تاني تمام اهو اهو استمارات ملق العملاء استمارة الملق العملاء اهي ودي كل حاجة طب تعال بقى نشوف هنشوف الكلام ده فين يعني الاجابات اللي هم هيبعتها هايلي او الحاجات اللي هم هيبعتها هايلي هايبعتها هايلي هنا اه 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 باي حاجة اسمها لينكتو شيس اللي هاي تجيلك على شكل اكسيل شيط اهو بيقول لك استمارات الان اه ريس بونس دي يعني الاجابات كرييت ده الشكل ده الشكل النهيي التايم استنبي دي اللي هي حواليك دلوقتي دي اللي هو وقت تقديم الطلب اهو بالشكل الجميل ده ونخليه كده بولد ونخليه كمان بقى كده في النص يعني نزبط كده الشكل كده يبقى حلو كده اهو تمام ونشوف دلوقتي ايه اللي يحصل اهو دلوقتي انا فاتح متصفح تاني ونملك مثلا اسم العميل انا اسمي محمد تحسين العنوان مثلا اللي هو القاهرة مصر رقم التليفون زير واحدين تلاتة اربعة اربعة ستة اربعة اتنين تسعة تلاتة ده كده رقم التليفون ده كده عشان حدوش الرقم طب لو انا جت زودت كم سفر كده بس قال لي ايه قال لي اكتب رقم التليفون المكوم من حداشر رقم طب زيرو احداشر اهو اربعة ستة اربعة اتنين تسعة تلاتة تمام رقم البطاقة هيكون اربعتاشر رقم هنعمل ايه بقى؟ هنقولها اربعتاشر مرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اتمانية تسعة عشرة اتناشر 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 ارتاشر ارتاشر بص لو انا كتبت خمسة اشر قال لي بص اكتب رقم البطاقة مكوم من خمسة ستة اربعتاشر رقم بس كده والملاحظة محمد تحسين تست يعني ان انا بجرب بس تست ونروح اعملين ارسال كده اللي هو خلاص انت كده عملت السبميت وكل حاجة تمام بص بقى هنا انا ماجي هنا اهيه ظهرت اهيه محمد تحسين الاعلوان الكاهرة رقم التليفون اهو رقم بطاقة اهو محمد تحسين اهو بصوا الساعة دلوقتي اتنين خمسة وخمسين يعني الساعة تلاتة الخمس دقيق اتنين خمسة وخمسين ويوم اتنين وعشرين اتناشر بصوا يا جماعة الموضوع ده اختراع اختراع بجد تخيلوا انتو بتبعتوا بقى اللينك ده اللي انتو عايزين تبعتوه هو هيخش بدل من انت تجمع مثلا داتة من حوالي تلاتين او اربعين او مئة نفر بقى يعني كل ما تزود بقى لا ده هم اللي هيبعتولك في اللينك ده وهم هيسمعوا هنا كلهم هنا كده طب تعالنا نعمل مثلا عميل تاني يعني مثلا نعمل مثلا مرة تاني او نكتب مثلا وليكن اسم العميل مثلا وليكن احمد او مثلا ايه مينة او مثلا مين عماد مثلا العنوان مثلا اللي هو هيكون رقم التليفون رقم التليفون محمد محمد تحسين لا نكتبها مين عماد تست مثلا مين عماد تست ودوسنا إرسال بس قال لي لأ في هذا السؤال مطلوب ما ينفعش تعديه يعني دي حاجات حلوة إن هو لازم يعملها طب لو كتبت مثلا لا يوجد بس يروح إيه اللي إيه نعمل كده إرسال أه لعشان إحنا قايدين أكثر رقم 14 رقم لكن طبعا يبقى أقل طبعا لا يوجد رقم بطاقة صح كده إرسال تمام بيانات عمل أهو بصوا مين عماد اليوبية توق رقم التليفون أهو لا يوجد مين عماد بصوا كمع الموضة ده اختراعه بجد 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 ياريت 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 تستخدموا الموضة ده ياريت ويبقى على نطق كبير شكرا جدا لكم لو في أي حاجة يكتبوها لي في الكومنتات أنا تحت أمركم في أي شيء أنا قناتي قناة السرشاجي دي قناتكم وأنا تحت أمركم في أي شيء شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته